طيب جيمي عبد المناب خلاص أساسي في الاثنين اللوار محمود متوال يلعب باستثناء مباراة الجميل لم يتعليه بعض الشيء يطرق الله بالضبط ياسر إبراهيم يلعب وياسر إبراهيم تحديدا ياسر تجيبه من البيت ينزل يلعب كويس شكرك على آخر جملة أنه بتجيبه من البيت يلعب كويس ياسر إبراهيم دايما في الموعد ياسر إبراهيم هو اللعب ثاني أعلى تقييم في المباراة بعد برسيتاو ياسر إبراهيم هو الأعلى استخلاصا للكرة في خط دفاع النادي الأهلي بتمن استخلاصات في الشوت التاني بس في الشوت التاني بس تمن استخلاصات رجل في سبع كرات هواقية مع أكتر لعب مميز وفرقة الترجي ما شفتوش في المباراة محمد بن حمودة ما شفتوش في المباراة في تمن كرات هواقية ياسر ريخ منه سبعة محمد بن حمودة 190 سنتي لعب مميز جدا في كرات الهواقية هو اسمانه الوحيدة وعلى الأرض مش كويس فما بالك وكان ماتش مع ياسر بورينا يعني ياسر مماز جدا في الكرات العالية ورغم ان الطول في صالح هو لك الحاجة كمان دميزة في الراجل الراجل عارف بيجيب التوقيتات من اللي يشتغل بعمل يوم في المائة طبعا تفق معا حاجة كويسة للراجل يعني يعني ماتش للرجاء الخارجي عارف ان فيه اللونج بس هيبقى طويل اشتغل برضو بياسر مزبوط عشان محمودة يتولي عنده مشكلة في الكرات لا تفاضل يا كابتن فلما تيجي تتكلم على ياسر انه مش بس النهاردة في المعاد بياسر دايما دايما لما بيجي حتى من بعيد يقعد فترة ما يشتركش اشترك رامي رابعة اشترك محمود متولي ويحتاجوا مارسي الكولر يحتاج ياسر ابراهيم حتى من المواسم الماضية حتى مع بيتسو موسماني ياسر ابراهيم انا بالنسبالي من اللعيبة لما الناس كانت بتيجي تتكلم تقول العيد ده رجولة ياسر رجولة ياسر عامل سيزن السيزن الحالي رغم الواخد دقايق قريبة جدا في عدد دقايق من محمود متولي خلينا اقولك انه مش بس الكرات الهوقية ياسر تطور في نقطة مهمة جدا ياسر كان دايما بينتظر الكرة الكرات الارضية والالتحامات السنائية اللي على الارض كان بينتظر الكرة ياسر عملها خمس مرات محمد بن حمودة ومرتين مع محمد بن رمضان انه بيانتسبيت بيتوقع بياخد الخطوة قبل ما الكرة توصل فيقطع الكرة اوقف لك الهجمة تماما سواء على المهاجم او الراجل اللي بيجي عليه التاني ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم مش بس عمل مبارك بيره على صعيد الدفاعي لا هو مرتين كمان في الكرات الهوائية اللي كانت لصالح النادي الاهلي اللي مميز جدا فيها التراجي دفاعا هجوما خاصة في وجود محمد أمين تجايو ياسم رياح الراجل خاد منهم الكرتين واحدة منهم كانت قريبة جدا انه يتم تسجيلها لالنادي الاهلي ياسر ابراهيم يستحق إشادة كبيرة جدا جدا الناس دايما بتركز زي ما تكون نتيجة فيها أهدف كتير على المهاجمين على بيرسيتا وعلى حسين الشحات او على الخط الأمامي لكن الخط دفاع النادي الاهلي يستحق الكثير عارفت تقولت كلمة في النص او عايزكم تشاركوني فيها لعيب رجولة بيلعب بأفلاص بس انا عادة بحب اللعيب رجولة اللي فنان كويس انت جمعت الاتنين انت قلت رجولة وقلت فنان كويس انا بحبش برضو فيه كثير من اللعبين فوص يقولك بس لعيب دراجل اه مش ما كلهم رجالة وحلوين بس انا دراجل بس انا ايو الجمهور كله رجالة وابا حماس بس عنده كمان أمور فنية